اهلا بكم الى مجزي الاخبار من الدابليو تيفي اعرب المبعوث الاممي الى ليبيا غسان سلام عن اماله في ان تصمت المدافع ويعود الجميع للتعقل والتسامح وذلك لمناسبة حلول عيد الفطر المبارك وقال في تهنئة عبر تويتر مبارك عيد الفطر لكل اصدقاء المسلمين لمن هو قادر على تمتع باجواء العيد وبهجته انما بالاخص لمن تحرمه النزاعات والحروب والهجرة القصرية من ذلك الحظ اطلع رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فايزا سراج من وزير داخلية فتح باشاغة على جهود وبرامج الوزارة لتعزيز الامن في طرابلس وبحثا اليات التنسيق مع القوات المسلحة والترتيبات المتخذة لتأمين سلامة المواطنين خلال ايام عيد الفطر في ظل استمرار المعارك العنيفة في محيط العاصمة اطلع رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله رؤساء البعاثات الدبلوماسية للدول الاعضاء في الاتحاد الاوروبي بتأثير النزاع الحالي على قطاع النفط وقالت بعثة الاتحاد الاوروبي في ليبيا ان رؤساء البعاثات الدبلوماسية جددوا التزامهم بالتمسك بقرارات مجلس الامن المتعلقة في هذا الشأن ردا على التهم حول سياسته مع ليبيا في موضوع المهاجرين اكد الاتحاد الاوروبي ان اولويته حماية الارواح وضمان معاملة انسانية كريمة للمهاجرين مشيرا الى ان الحوار مع السلطات الليبية يركز على احترام حقوق الانسان وعلى تطوير بداء للاحتجاز التعسفي للمهاجرين واللاجئين في ليبيا ترددت انباء عن مقتل 13 شخصا على الاقل اثر اقتحام قوات الامن السودانية موقع اعتصام في وسط الخرطوم صباح اليوم وتهمت الجعماع المنظمة للاحتجاجات المجلس العسكري الحاكم بفضل اعتصام ووصفة الهجوم بالمجزرة من جهته ادنى الامين العام للامم المتحدة انطونيو جوتيريش استقدم قوات الامن السودانية للقوة ودعا الى اجراء تحقيق في الوفيات الناجمة عن اعمال عنف وعبر جوتيريش عن قلقه الشديد ايزاء قيام قوات الامن بفتح النار داخل مستشفى في الخرطوم وفق فرانس بريس قال المستشار في البيت الابياد جاريد كوشنر ان الفلسطينيين يستحقون تقرير مصيرهم دون ان يدعم صراحة اقامة دولة فلسطينية وشكك في قدرتهم على حكم نفسهم وادارة شؤونهم واعتبر كوشنر مهندس خطة السلام في الشرق الاوسط اذا توقع الفلسطينيون التحرر من تدخل الجيش والحكومة الاسرائيلية فان هذا سيكون تموحا عاليا استهل الرئيس الامريكي دونالد ترامب زيارته الى بريطانيا بهجوم على رئيس بلدية لندن صادق خان اذ وصف ترامب خان بالفاشل وكتب في تغريدة صادق خان الذي قم بعمل سيء للغاية كرئيس لبلدية لندن ادل بتصريحات شريرة تتعلق بالرئيس الامريكي معتبرا انه يستحسن ان يركز هذا الفاشل بحسب ترامب على مكافحة الجريمة في لندن ختم الموجز الى اللقاء اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة